ازايكم? من كام يوم كده قاعد بقلب على الفيسبوك زي زي بقيت خلق الله فلاقيت فيديو موجود قدامي الاستاذ يا شام طلعت مصطفى بصحبة الاستاذ عمرا قديم وبيتكلموا عن مدينة جديدة اسمها مدينة نور. مهم بقى ان مدينة نور دي هي مدينة من الجيل الرابع. واللي ما عرفش ايه هو الجيل الرابع هي حاجة سمارت. سمارت يعني ايه? يعني بيتحكم في كل حاجة موجودة عنده في البيت بتاعه من خلال الموبايل ابليكيشن. سمارت معناها ان انا مش هقوم زي زمان اقوم ايدي اللمبة بتاعتي واشغل النجفة والسخان والتكييف والكلام ده كله. طبعا انا خيالي وسع شوية. وسبتني من موضوع الاسمارت ده خالص وما شغلش بالي. وركزت في حاجة مهمة جدا. طب نفترض دلوقتي حالا ان الانترنت ده فصل او حصل زي ما المصررت صلاة جات في يوم الايام. وغيرت كل كبين النحاس اللي موجودة عندها لفايبر اوبتيكس. وفصلت الانترنت لمدة شهر او شهور او خمس شهور او سنة. زي ما حصل عند الناس كتير جدا. طب كده انا موضوع الاسمارت اللي عندي ده باز. فسألت واحد صاحب يسمع اب حميد. قلتوله لو احنا دلوقتي حالا حصل الموضوع ده عندنا. احلها ازاي? خليك معايا وركز في الحتة اللي جاية دي عشان مهمة قوي قوي. مهمة بقى ان انا واحد من الناس اللي هي بتحب دايما يكون فيه واي فاي في كل حتة في البيت. انا يا عم واحد من الناس اللي بحب بدخل الحمام يكون فيه انترنت. اقعد على السلم بقى هتشرب سجارة هتعمل اي حاجة يبقى فيه انترنت. في المطبخ فيه انترنت. المهم ان يكون البيت كله عندي متغطي بالانترنت. وانا بقلب كده لقيت شركة اسمها تندا. تندا دي شركة نتورك موجودة في مصر. فلاقيتها عاملة حاجة اسمها او سمول بيزنس سليوشن. يعني لو عندك بيت كده صغنون عبارة عن قطين او تلت قوض. تقدر انك انت تخلي كل مكان في البيت ده عبارة عن انترنت. المهم لما كنت بادخل اي بيت من بيوت اصحابي زمان كنت لقي احبال رايحة وجاية. في كل قوضة الاقي حبل. في كل مكان الاقي حبل موجود. فكنت بسأل على الاحبال دي انا كنت متوقع ان هو هيرد علي يقول لي اصحنا بصراحة مددناش تنشو الهدوم بتاعتنا برا في الشارع. فما بسأل لقيته بيقول لي ان دي سلوك انترنت. ازاي? ازاي? ازاي انت تبقى عندك في البيت? في كل حتة موجودة عندك سلوك رايحة وجاية. فطبعا الشركة دي ادتنا مجموعة حلول منها اول حل اللي هو او واول حل من الحلول بتاعتها هو راوتر الفيديو اس ال. ولصراحة راوتر الفيديو اس ال ده شديني فيه حاجة مهمة جدا. من هيك طبعا عن ان هو فيه اربع مخارج موجودين نقدر نوصل بيهم بسي او نوصل بيهم اكسس بوينت. ولكن فيه مخرج مهم جدا هو مخرج. لو رجعت شواء الكلامي لما قلت لك ان المصرية اللي اتصالها اتفاصلت عن الشركات الانترنت. والحل هيكون ايه? ان انا اقدر اجيب اي من اي شركة موجودة في مصر من بتاعت الموبايل اوصل ده على الراوتر الموجود عندي هيديني انترنت مرة تانية واقدر اشغل حاجات فده اول حل وده يعتبر حل سابت من شركة تين ده. رقم اتنين موجودة عندنا ده برضو احنا بنتكلم عن الهوم سيليوشن. ان انت لو في بيت والبيت بتاعك عبارة عن قطين او تلات اوض. هو الريبيتر او الواي فاي رينج اكستندر. الواي فاي رينج اكستندر ده هو حاجة صغيرة كده شكلها جميل جدا بتركب في اي فيشة موجودة عندك في البيت من غير سلوكو من غير اي حاجة عشان ما نرجعش لحبال غسيلي كده عند صحابي. ويبقى في واي فاي متغطي في كل حتة موجودة عندك في البيت. طب لو البيت عندك اكبر شوية يعني مثلا اربع اوض او خمس اوض. طبعا في ناس كتير جدا من انا عندها اوض اكتر من كده بكتير. بس نقدر نركب حاجة اسمها اكسز بوينت. الاكسز بوينت ده هو حاجة بتشتغل بطريقتين. الطريقة الاولى ان انا اوصل عليه كابل ان انا اخد من الراوطر كابل ووصل في الاكسز بوينت كابل يديني واي فاي ويديني كمان تلات مخارج للانترنت. لو عندي بي سي او لو عندي شاشة سمارت او لو عندي اي حاجة موجودة عندي في البيت. راح عب حميد صاحبي سألني سؤال قالي طب افرد دلوقتي ان انا مش اخطف بيتي تشتيب عالي ومش عايز الشكل ده يكون موجود عندي. ومحتاج ان البيت عندي يبقى كله واي فاي. وعاكز احط حاجة في السقف. هو بيحاول ان هو يزنوني في الكلام ولكن الشركة كان برضو عندها بلان بي. وهي حاجة اسمها ده بالشكل ده بيركب في اي سقف موجود في البيت عندك لو هو ويشتغل يديها اشتاقية اشارة واي فاي على التسعين درجة اللي موجودة في البيت. عم عب حميد سألني سؤال تاني وحب ان هو يزنقني تاني وقالي طب افرد دلوقتي حالا ان انا عندي بيت عبارة عن اربع دوار وده بيت عيلة. وانا مش هوصل غير خط انترنت واحد وخط الروتر بتاعك ما عنديش مشكلة. هشتغل في الباقي ازاي? طبعا برضو مازال ان احنا عندنا حلول. اما ان احنا نوصل في كل دور من الادوار اللي موجودة من التلات ادوار التانيين بكابل او ممكن يشتغل كمان من غير كابل ان هو يشتغل او نوصل برضو من غير اي حاجة خالص في كل بيت من البيوت ويقدر ينقل الواي فاي الواي فاي الواي فاي في كل بيت او في كل دور موجود عنده. سيكت عب حميد? ما سكتش. كل مرة برضو يحاول ان هو يسألني سؤال برضو ولكن برضو عندي اللي اجابة بتاعته. قالي طب انا بقى في كل دور من الادوار دي هاعد لكل اكسس من دول ادي له اسم واخش عمال عليه سيتاب لا يعمل موضوع اه صعب جدا بالنسباني. برضو الشركة عندها حل ان هو بلاك اند بلاي. بلاك اند بلاي ده يعني انت بمجرد متوصل هياخد وهيغيق هيبقى هيشتغل بنفس اسم الواي فاي اللي موجود عندك ويعمل انتداد لي مرة تانية. من غير اي ستاب. ودي حاجة من الحاجات اللي هي بتاعت دي اي واي. دو ات يورسل. هتعمل الموضوع كله بنفسك. مش محتاج فان يجي لك ومش محتاج اي حد يكون فاهم. ومش محتاج متخصص. انت هتعمل كل ده باديك. من بنك الاسئلة المتنقل عبد الحميد سألني برضو سؤال تاني. قالي طب افرج بقى ان انا عندي كاميرا موجودة فقل بالبيت ومحتاج لها انترنت. احل لها ازاي قولت وهك بالكاميرا اللي عندك بتشتغل بالواي فاي قال لي لاي الاي الاي متاعها بايز. اخفت له طب خلاص احنا ممكن نروح جايين جمب الكاميرا دي. وندها اكسåس بوينت. ياخد الواي فاي ويطلع لنا كمان مخرج للكاميرا اللي موجودة عنده دي ويشغلها وده بيشتغل مع اي او او يشتغل مع او او يشتغل مع مع كل لايك وشير وشوات حاجات كده جميلة ولو انتو كمان عجبكم المحتوى ممكن تكمان تشاركونا الموضوع ولو عايزين تعرفوا اكتر عن بقية منتجات الشركة وحلول اكتر من الشركة ممكن تقولولنا واحنا نعمل فيديوهات عنها الفترة اللي جاية لو عايزت احود خصم جميل كده من تنده هتروح لهم بالبرومو كود ده ولهم بس انا منطرف عب حالي اشوفكم تاني قريب ان شاء الله كان معاكو يهب عيان سلام